السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكو حباب الحنوين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا خير وصحة وسعادة وهنا وربنا يرفع عننا البلاء والوباء اللي احنا فيه وتعدل هم دي على خير للناس اللي اول مرة تشرفني في القناة انا مسع عائشة انجلش تيتشر بناخد مع بعض قرصات انجلش من الصفر للاحتراف لسه تعبانة شوية هتلاقوا صوتي متغير شوية بس ان شاء الله نستفيد بما اني بقى كمان الدراسة تأجلت فقلنا نستفيد اكتر ونستفيد بقعادة البيت النهاردة حديكم حاجة اسمها الادجكتبز ادجكتبز يعني الصفات وهناخد النهاردة الوردس والابزت يعني الكلمة وعكسها حاولت اجمع لكم اكتر الصفات استخدام او انتشار في حياتنا وفي اللغة الانجليزية طيب احنا ليه بناخد الصفات بعد كده حعلمكو او حديكو كورس كده حيعلمكو ازاي تحطوا الكلمات دي في جمل يعني احنا خدنا الفاميلي والكالرز ووديتينا يميس كذا حلقة عن كلمات نحفظها يعني الانجليش بيقف عند حفظ الكلمات لا طبعا احنا بنحفظ الكلمات دي وبناخد شوية جرامور كده بسيط في الاول علشان نقدر نكون جملة تعالوا النهاردة هناخد الادجيكتبز دي الابزت بتاعها اللي هو الابزت العكس بتاعها علشان بعد كده هعمل فيديو اعلمكو ازاي نجمع فيه جملة ونوصف بيها يعني احنا بناخد الصفات دي علشان نوصف نفسنا او نوصف غلنا ان شاء الله الحلقة تعجبكو والحصة تبقى خفيفة كده على قلبكو ما تنسوش اللي يشوف الفيديو ويعجبه ما ينساش يعمل لايك اعملوا شير في كل مكان خلوا الناس كلها تستفيد ببقى سعيدة جدا بالكومنتس سواء حد اعرفه او معرفهوش وسعيدة جدا بالاطفال اللي امتابعيني والامهات اللي امتابعيني وان شاء الله انت انينا مستمرين مع بعض يلا بينا نشوف هناخد ايه النهاردة في الفيديو يلا بينا زي ما قلتلكو هناخد النهاردة adjectives والأدجكتفز يعني الصفات adjectives adjectives وحاولت احصل لكم الكلمة والعكس بتاعها عشان الموضوع يبقى سهل عليكم وانتو بتحفظوا مهمة جدا جدا الصفات وبناخدها في مراحل التعليم بس مش بناخدها بطريق منظمة ومش بنعرف احنا بنستخدمها ليه احنا بنستخدم الصفات دي يا جماعة علشان نوصف بيها نوصف بيها انا طويل انا قصير انا دخين انا رفية انا كبير في السن انا صغير في السن انا زكي انا غبي دي كلها او يعني بوصف بها نفسي او غيري يعني فتعالوا النهاردة هناخدها ككلمات نحفظها وان شاء الله عاملكو فيديو ازاي نتعلم نوصف بيها او الكلمة old old new 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 old هنا يعني قديم حاجة قديمة وعجسها new حاجة جديدة لكن old هنا يعني كبير السن راجل كبير او ستة كبيرة old man old woman يعني راجل كبير او ستة كبيرة old old young يعني صغير السن يعني سريع بطيق شوفوا لو منخفض حتى نالها إس بقت سلو عندنا كلمتين بمعنى طويل long وطال يعني طويل عكسهم short يعني قصير عندنا كلمتين برضو بمعنى جميل beautiful pretty هنا beautiful عكسها ugly careful يعني حريص careful careless 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 يعني مهمل clean 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 يعني نظيف dirty 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 يعني كذر dark 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 يعني مظلم light 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 يعني الضوء أو النور enormous 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 أو large وممكن enormous هنا بمعنى very big حاجة ضخمة حاجة كبيرة large large عكسها tiny tiny أو small يعني ضيق أو صغير expensive expensive يعني غالي expensive cheap cheap يعني رخيص cheap دي أول صفحة جاهزتها لكم فيه adjectives لو حابين كده نوقف الصورة ونكتب المصطلحات دي مهمة جدا جدا وهتنفعنا بعد كده في تكوين الجمل طيب بعد كده عندنا باقة الصفات first first last last full null null heavy heavy light g-h هنا silent light وlight يعني الضوء أو يعني النور أو يعني خفيف light close near شوفوا هنا close s ال-s هنا تنطعت s close near far close يعني قريب لكن close يعني مغلق عشان تفرقوا بين المصطلحين هما نفس الكلمة بس النطق هو المختلف close near يعني قريب far far يعني بعيد لكن close يعني مغلق حاجة مقفولة close close open open يعني حاجة مفتوحة intelligent 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 يعني ذكي stupid 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 يعني غبي ill أو sick يعني مريض ill ill sick sick وعكسها very good أو will يعني كويس أو بصحة كويسة أو healthy healthy اللي هي الصحة will good good hungry hungry thirsty thirsty lazy lazy كسول excited excited strong strong يعني قوي strong weak weak يعني ضعيف high low كتبناها معلش مرتين high يعني عالي ولو يعني منخفض hard hard soft hard يعني حاجة صلبة أو حاجة خشنة وعكسها soft soft يعني حاجة نعمة soft busy busy يعني مشغول busy free 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 يعني فاضي دي تاني صفحة أنا جاهزتها لكم من adjectives مهمة جدا ومهمة قوي نسمع voice بتاع الكلمة عشان نحفظ الكلمة صح تعالوا الآخر صفحة معنا في adjectives quiet quiet هادئ حتى لما قول في الفصل كده قولي لعالبي quiet خليكوا هادئين noisy noisy يعني دوشة أو ضوضاء noisy noisy narrow narrow يعني ضيق narrow wide 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 يعني ضيق الأسفة wide يعني واسع narrow اللي ضيق آسفة مع لشي واسع ابني الصغير بيبقاعد معايا فاسعب بيلغبطني narrow ضيق wide واسع narrow ضيق wide واسع left 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 يعني يسار أو شمال right right ال-gh هنا silent right دي لها كذا معنى يعني صح ويعني يمين right لما أقول turn right turn left يعني ادخل شمال ادخل يمين لما بنيجي نوصف الطرق different 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 same same أو زا same ممكن نحط لها زا اللي هو متشابه different يعني مختلف و same يعني متشابه easy easy سهل difficult difficult صعب difficult important 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 unimportant 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 comfortable 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 يعني مريح comfortable والكلمة الطويلة بالنسبة كمان للأطفال الصغراء أسموها عشان تقدروا تحفظوها comfortable comfortable يعني حاجة مريحة زي الكنبة زي السرير أقول إيه حاجة بقى مش مريحة غير مريح uncomfortable uncomfortable with with يعني مبلول with with عكسها dry dry يعني gaff dry top يعني القمة top top عكسها button القاع button button true true برضو يعني صحيح أو حقيقي true عكسها false حاجة مزيفة false 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 healthy 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 ونطلح طرف في لساننا عشان دي تي اتش healthy unhealthy 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 يعني غير صحي dangerous 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 عكسها safe 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 وكده ابقى خلصت معاكو ال adjectives ياريت نهتم ونكتب ونراجع مهمة جدا جدا الكلمات دي ما اقولكوش يعني احد استخدموها كتير بعد كده في وصف الجمل ما تنسوش اللايك شير سبسكرايب فعالوا الجرس عشان يوصلكو كل جديد اشوفكو الفيديو القادم ان شاء الله باي باي اشتركوا في القناة